السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبال فصل الثالث في مادة التربية الإسلامية لسن الرابع ابتدي سأترك لكم هذا النموذج جاهز اتباعه في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل PDF إذا نبدأ بـ 80 الأول قال اربط كل كلمة بمعنى لدينا طحاها العسرة عقاروها تلظى في الجهة المقابلة لدينا قتلوها بسطها ووسعها تشتعل وتتوقد كل ما هو قبيح من القول أو الفعل إذا لدينا طحاها والأرض وما طحاها أي بسطها ووسعها طحاها أي بسطها أو بسطها ووسعها العسرة العسرة وهو كل ما هو وقبيح من القول أو الفعل عقروها فعقروها أي فقتلوها إذن عقروها معناه قتلوها تلظى نارا تلظى أي نارا تشتعل وتتوقد الآن مع التمرين الثاني قال أجب بصحيح أو خطأ نتعلم من سيدنا يونس عليه السلام درسا عظيما في الصبر أعتمد على النفس في الإجابة عند السؤال المسلم يسعى للنجاح بأي طريقة علي مصاحبة الأخيار والابتعاد عن أصحاب السوء البخل والتكبر من الأعمال السيئة إذن نبدأ بنتعلم من سيدنا يونس عليه السلام درسا عظيما في الصبر نعم يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت صبر في بطن الحوت ودعى الله سبحانه وتعالى إذن صحيح نتعلم الصبر أعتمد على النفس في الإجابة عند الامتحان نعم أعتمد على نفسي في الإجابة عند الامتحان صحيح المسلم يسعى للنجاح بأي طريقة لا المسلم يسعى للنجاح بالطرق المشروعة فقط وليس بطرق الغش إذن خطأ ليس بأي طريقة وإنما بالطرق المشروعة فقط علي مصاحبة الأخيار عكس الأشرار هم الأخيار إذن علي مصاحبة الأخيار والابتعاد عن أصحاب السوء صحيح البخل والتكبر من الأعمال السيئة نعم صحيح الآن مع التمرين الثالث قال املأ الفراغ بما يناسب لدينا الأخلاق الحسنة حامل المسك أخلاقهم السيئة نافخ الكير إذن يعاشر المسلم الصديق الصالح ليتحلى بي شبه الرسول صلى الله عليه وسلم جليس السوء بي والجليس الصالح بي لا يعاشر المسلم أصدقاء السوء خوفا من اكتسابي ماذا إذن نبدأ بيعاشر المسلم الصديق الصالح ليتحلى بالأخلاق الحسنة ليتحلى بالأخلاق الحسنة شبه الرسول صلى الله عليه وسلم جليس السوء بماذا بنافخ الكير بنافخ الكير والجليس الصالحة بحامل المسك حامل المسك أي حامل العطر لا يعاشر المسلم أصدقاء السوء خوفا من اكتساب أخلاقهم السيئة خوفا من اكتساب أخلاقهم السيئة الآن مع الوضعية الإدماجية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني ما هي الصفة التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي صفة الغش صفة الغش لكننا نكتب الصفة التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي صفة الغش هل هي صفة حميدة لا هي صفة قبيحة هي صفة قبيحة ما هو تأثير الغش قلنا الغش ينشر العداوة ويزيل الثقة وفيه تعد على حقوق الآخرين إذن تأثير الغش ينشر العداوة ينشر العداوة وأيضا يزيل الثقة يزيل الثقة بين الناس يزيل الثقة وأيضا فيه تعد فيه تعد على حقوق الآخرين إذن فيه تعد على حقوق الآخرين إذن هذا هو الفيديو الخاص بنا لنا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا